الفصل الرابع الجماعات الدينية السياسية السلفيون ظهرت السلفية كغيرها من التيارات والدعوات والجماعات الإسلامية لتجد نفسها في مقارنة تاريخية بين الماضي الإسلامي وقوته من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر الميلادي والحاضر الذي يعيشه العالمان العربي والإسلامي وما اتسم به من ضعف ووهن وتراجع واضح في مكانة الدول العربية والإسلامية والمسلمين بشكل عام ومن هنا ظهرت رغبة قوية وواضحة في الرجوع إلى القوة التي كان عليها المسلمون وقد تمثل ذلك في مشروع إحياء دولة الخلافة عند الإخوان المسلمين والعمل على تنقية الدين الإسلامي مما دخل عليه من بدع وشوائب على مستوى الممارسة والعود بهذا الدين إلى أسسه الصحيحة كما يشار في أدبيات الدعوة السلفية ونصرة الإسلام والجهاد ضد الكفار على اعتبار أن الجهاد رفع شأن أمة الإسلام والمسلمين وأن تركه أذى لهم كما هي الحال في عقيدة تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الجهادية علاوة على ذلك فقد شهد العالمان العربي والإسلامي الكثير من مظاهر الضعف والتراجع والوهن ما أدى إلى خضوع أجزاء كبيرة منهما لاحتلال أجنبي بداية من القرن التاسع عشر الميلادي وبلغ الأمر ذروته في عام 1924 للميلاد بسقوط الخلافة وتلى ذلك قيام مصطفى كمال أتوتورب بتغيير كل الرموز التي تشير إلى الثقافة والهوية الإسلامية في تركيا فعمد إلى إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية ومنع لبس الحجاب للمرأة كما ألغى الأوقاف الإسلامية وقرر أن تكون كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية إلى آخره ويقول حسن حنفي موضحا تلك المرحلة نشأ الإصلاح الديني بدافع سياسي تمثل في ضعف الخلافة العثمانية واحتلال أراضي الأمة وتجزئتها وتخلفها عن المدنية الحديثة وقهرها على الرغم من نظام الملة ومركزيتها الشديدة ما شجع على استقلال الأمصار ورغبتها في الانفصال وبروز أطماع الشرق والغرب في ممتلكات الرجل المريض ورغبة بعض الأمصار في وراثتها مثل مصر في عصر محمد علي ثم بعد سقوط الخلافة عام 1924 للميلاد ويشخص أحد الباحثين تلك المرحلة على أنها مثلت مرحلة المواجهة بين عالم إسلامي يعاني التخلف وينهكه الفساد والاستبداد وعالم أوروبي تتحرك في ركابه حضارة مادية متطورة وليدة ثورة صناعية وأخرى سياسية واجتماعية وثقافية وفكرية إثر هذا الصدام حاول العالمان العربي والإسلامي أن يخرج من جمودهما ويطرد عنهم الجهل ليستأنف مسيرتهم الحضارية وهكذا عبرت التيارات الإسلامية على اختلاف اتجاهاتها عن رغبتها في النهوض والتغيير ومواجهة تحديات العصر أدى تراجع المسلمين إذن إلى رد فعل قوي معاكس بشكل عام يبحث عن أسباب التراجع ويدعو إلى التمسك بمقومات النهوض وكما يذكر بعض الباحثين فإنه في مواجهة هذا التحدي الجديد تحول العالمان العربي والإسلامي المهددان بالتهميش نحو شكلين نمطين من الاستجابة الميل نحو التغريب أو الفرنجة عبر اتخاذ سلسلة من التدابير الإدارية سعيا وراء التموضع في مستوى أوروبا هذا من جهة والنزعة الإصلاحية الهادفة إلى تجديد الإسلام لجعله أعامل إثارة ما يتيح له عدم الخضوع للغرب من جهة أخرى ومن الواضح أن معادلة تراجع الإسلام والسعي نحو إحياء الإسلام وبعثه من جديد كقوة كانت حاضرة في كل التيارات الدينية وإن اختلفت التيارات والاتجاهات في كيفية التعامل معها من حيث منهج التغيير فمنها من رأى أنها تتحقق بالعلم والأخذ بأسباب تقدم أوروبا من علم وثقافة غربية وسلوك ومنها ما ذهب إلى ضرورة استخدام القوة والعنف والعودة إلى الدين الإسلامي كما فهمته كل جماعة وهنا ظهرت أفكار ومقولات عن تكفير المجتمع والدولة والسعي نحو مقومتها بقوة السلاح الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن تلك الجماعات والتيارات الدينية ارتبطت بالسياسة وسعت إلى التدخل فيها مع محاولة التأثير في مجريات الأمور فيها من باب أن الإسلام دين ودولة وفكر وممارسة وأن الإسلام هو دين يحث على الحكم بما أنزل الله وهنا فتح الباب واسعاً أمام تفسيرات وتأويلات مختلفة ما حاد ببعض تلك الجماعات عن طريق الإسلام الصحيح وما يحمله من سماحة ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلى طريق آخر هو التكفير ثم استخدام الإكراه والعنف الأمر الذي ربط بين بعض تلك الجماعات والإرهاب وفي هذا الفصل من الكتاب يتم تسليط الضوء على تيار ديني مؤثر فكرياً وعقائدياً هو التيار السلفي الذي رأى أن صلاح حال الأمة يكمن في العودة إلى جذور الدين الإسلامي الصحيح وفقاً لما كان عليه السلف الصالح وهنا ينبغي الإشارة إلى أن الجماعات السلفية على تنوعها تتفق في أمور فيما بينها إلا أنها تختلف في أمور أخرى جذرية فرقت وباعدت بينها في المنهج والأسلوب والأهداف وهو ما يتناوله هذا الفصل أولاً نشأة السلفية وتطورها كلمة السلفية في اللغة جاءت من سبق وانقضى فهو سالف وعلى هذا فإن السلف يطلق على المتقدم أياً كان فالسلف هم الجماعة المتقدمون وفي القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى فله ما سلف وأمره إلى الله ويقول أيضاً عفى الله عما سلف والسلفيون جمع سلفي هذا من حيث الحقيقة اللغوية وسميت السلفية بهذا الاسم نسبة إلى السلف والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل القرون الثلاثة الأولى الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وسبب هذا التمييز لأصحاب القرون الثلاثة الأولى أنهم قريبوا العهد من تعاليم الإسلام كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن قربهم منه صلى الله عليه وسلم حيث تلقوا التعاليم والدروس مباشرة ثم نقل عنهم التابعون وتابعوا التابعين وكلما زاد البعد عن المنبع زادت الشبهات وكثرت البدع والفتن والفرق والسلفيون وفقا لهذا الوصف ساروا يدعون إلى نهج السلف الصالح وتمسكوا به باعتباره يمثل نهج الإسلام الأصيل في الفكر وسلوك من حيث اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والدعوة إليهما والعمل بهما زاعمين أنهم أهل السنة والجماعة ومن هنا فإن السلفيين ينظرون إلى ذلك النهج على أنه السعي نحو السلوك القويم والطريق السليم الذي لم تمسه شوائب ولم تنقصه بذع فهو أقرب إلى الدين الإسلامي الصحيح الخالص ونهجه القويم بحسب المصادر الرئيسية للدين الإسلامي وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع السلفية منهج وقواعد أم جماعات وتيارات هناك وجهات نظر وأراء متعددة حول السلفية وهل السلفية منهج وقواعد يمكن اتباعها أم أنها حزب أو حركة تأخذ أشكال منظمة متعددة هيئة جمعية تيار إلى آخره أم إنها خلاف ذلك كله وقد ظهرت أراء في هذا الشأن الرأي الأول أن السلفية في أصلها وفي حقيقتها هي منهج له أصوله الواضحة في الدين الإسلامي التي لا يمكن الخلاف حولها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وفي هذا يرجع إلى حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن ما سبق دليل واضح يؤكد صحة الرؤية السلفية ليس على كون القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المصدرين الرئيسيين للمسلمين فقط بل وعلى تلازمهما معا ومن هنا فإن السلفية تكمن بحسب هذا الرأي في إجلال النصوص التشريعية وتفسيرها في ضوء لسان العرب ووفقا لفهم الصحابة والتابعين وعدم إعمال التأويل فيها إلا في حالات استثنائية ومن ثم فالسلفية وفقا لذلك هي نهج عاد إلى الأصول وتمسك بها وليست جماعة أو فرقة أو طائفة أو حزبة ويذهب هذا الرأي إلى أن من يفهم غير ذلك مخطئ لأن السلفية لا يمكن تصنيفها ضمن الجماعة والفرق بل هي منهج قد تلتزمه جماعة ما أو بعض أفرادها أو تلتزم به دولة كما هو واقع بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية أو يلتزم به أفراد لا علاقة لهم بدولة أو جماعة أما تاريخ السلفية فإنه يبدأ منذ عصر الصحابة فهم قد أخذوا بمنهج الاتباع والتأسي بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والسلفية وفقا لهذا الرأي تتبع منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم فهم خير هذه الأمة وأسكاها دينا وأعلاها مقاما وأعمقها فهما وأعلمها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمن اجتهد في سلوك طريقهم فهو سلفي أيًا كانت الجماعة التي ينتمي إليها فالسلفية تسير على خط هؤلاء الأسلاف فيما أجمعوا عليه وعلى اتباع منهجيتهم في التلقي ومصادر الاستدلال مع التأكيد أن السلفية تعظم من شأن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتجعلها الأصل الذي تعتمده وتستهدي به ولا تطع أمامه عراقيل القيود والشروط بل تنقاد عليه وتسلم له فالنص هاد ودليل تتبعه النفوس وليس تابعا ومنقادا كما أن السلفية وفقا لهذا الرأي لا تنكر الاجتهاد فثمت مساحة واسعة للاجتهاد في محيطها كما أنها تؤمن بشمولية الإسلام في العبادات والأخلاق والمعاملات كلها وفي رؤية متكاملة لما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنيا ولذلك يعتبرها أتباعها منهجا ووفقا لذلك فالسلفية هي منهج ورؤية من التزم بها ودعا إليها واجتهد في تحقيقها فهو السلفي أي كان مع أي جماعة سياسية سلك ومن خالف أصولها خرج عن السلفية وهذا الرأي يستتبع وفقا لأصحابه أنه ليس هناك ناطق أو ممثل للسلفية يعبر عن رأيها ومنهجها بحيث يكون من خالفه مخالفا للسلفية وكذلك أن وقوع بعض المنتسبين إلى السلفية في أخطاء لا يجوز أن ينسب إلى السلفية لأن الأقوال والأفعال تنسب إلى قائلها أو إلى الجماعة التي تخررها مثل ما يحدث من ممارسات ومواقف متطرفة يتبنها تنظيم الدولة الإسلامية داعش بل إن هذا الرأي يرى أن كون السلفية منهجا لا جماعة يعني بداهة أن المنتسبين إلى السلفية هم قطاع واسع جدا من العالمين العربي والإسلامي بل هم الأصل في عموم المسلمين فالأصل في المسلم أن يتبع الدليل ويسير خلفه بمنهجية فهم الصحابة ومن شذ عنه فهو المخالف فالسلفية هي القاعدة والأصل وليس الاستثناء بحسب ما يرى أتباع هذا الرأي وفي ذلك يرى بعض الباحثين أن مبدأ السلفية بشكل عام هو الاتباع وليس الابتداء وتعظيم سلطة النص والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا التيار متواصل تاريخيا منذ الإمام أحمد بن حنبل وصولا إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو تيار يصفه فهم جدعان بأنه أخلاقي إيماني قيادي محافظ ويرى أن السلفية جميعها تنسب نفسها إلى السلف لكنها جميعا مواقف تعكس عقول أصحابها وظروفهم وأنماط تفكيرهم الرأي الثاني يذهب إلى أن السلفية حركة حيث يقصد بها وفقا لهذا الرأي أنها جماعة منظمة تأخذ شكل هيئة أو حزب أو جمعية إلى آخره تتبع قواعد المنهج السلفي وتتحرك بموجبه وتحت رأيه وتتخذه مرجعية لها وقاعدة فكرية ويتفق مع هذا الرأي من يعرف السلفية بأنها تيار بقوله تعتبر السلفية تيارا إسلاميا مدرسيا إصلاحيا ظهر إبان عهد التخلف والجمود الفكري في العالم العربي والإسلامي وهي تدعو إلى العودة بالعقيدة الإسلامية إلى أصولها الصافية وتلح على تنقية مفهوم التوحيد بما علق به من أنواع الشرق ويطلق عليها بعضهم اسم الوهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو لمن أظهر الدعوة السلفية في العصر الحديث الرأي الثالث تمثله دراسات نظرت إلى السلفية في نشأتها على أنها ظهرت كتيار إصلاحي تجديدي شامل مستمر يدعو إلى العودة إلى الأصول مع التجديد والاجتهاد أكثر منه مجرد تيار ديني أو قواعد بنيت على أساس مذهب ديني معين وهذا الرأي حقيقة يرى السلفية بوصفها حركة فكرية ثقافية دينية إصلاحية وجدت من تبناها من رموز شغلهم تراجع أحوال المسلمين ويذهب هذا الرأي إلى أن دعاة ومفكرين مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهم كانوا من رواد التيار السلفي الإصلاحي الذي شهده العالم العربي في القرن التاسع عشر الميلادي وأن أحد أبرز المفكرين في ذلك الوقت على سبيل المثال الإمام جمال الدين الأفغاني كان يدعو إلى يقظة الإسلام في مواجهة خطر توسع القوى الأوروبية في المنطقة العربية مبديا استنكاره في الوقت ذاته لاستبداد أنظمة البلدان الإسلامية ومنتقدا التعصب وتحجر العقول وداعيا إلى حسن فهم الدين الإسلامي وتجديد الفكر الإسلامي بالعمل على العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح ومن هنا عرفت حركته الإصلاحية تلك بالحركة السلفية وقد شغلت فكرة الإحياء حيزا كبيرا من فكر بعض الجماعات الدينية السياسية التي رأت في تقدم الغرب ونهضته بالتزامن مع تراجع أحوال المجتمعات العربية والإسلامية وتدهورها محفزا لها للعودة إلى أصول الدين الإسلامي كما حاولت تعريف دور الإسلام في المجتمعات الحديثة وفي مواجهة ما تحمله تلك المجتمعات الصناعية الحديثة من تحديات تاريخيا نجد أن العلاقة بين الإسلام والتحديث مرت عبر المراحل التالية أولا تأثير الغرب من خلال الاستعمار وتنامي العلاقات الشخصية والاجتماعية مع الثقافة الغربية ثانيا الرد الإسلامي من خلال مساهمة أنصار الحداثة من المسلمين مثل محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وفي نهاية المطاف تراجعت حركة الإصلاح الإسلامي وحلت محلها جماعات أخرى مثل جماعة الإخوان المسلمين ثالثا في خمسينيات القرن العشرين الميلادي وستينياته شهد العالم العربي تراجع المنظمات والشخصيات والقيم الإسلامية خاصة في العملية السياسية لأسباب عدة منها الصراع بين الجماعات الدينية السياسية والأنظمة الحاكمة كما كانت الحال في مصر فضلا عن شعبية الأيديولوجيات المدنية كالناصرية والاشتراكية العربية والبعثية رابعا صعود أنشطة الجماعات الدينية السياسية في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته ردا على فشل الأيديولوجيات المدنية التي برزت في الستينيات من القرن نفسه وقد فاجأت أنشطة هذه الجماعات الكثير من المراقبين لأنها كانت تناقض الكثير من التوقعات التي وضعت من قبل منظري الحداثة فلم تؤدي عمليات التحديث في العالم العربي إلى تكريس المدنية في الدولة والمجتمع أشكال الإحياء الإسلامي الفكر السياسي الإسلامي الحديث وليد تقليد فكري بدأه في القرن التاسع عشر الميلادي عدد من علماء المسلمين والباحثين والإصلاحيين والسياسيين كما ذكرت سالفا وقد تأثر الفكر السياسي الإسلامي في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين بعدد من المدارس المدرسة الأولى هي ما يسمى الإسلام الرسمي وقد تميزت هذه المدرسة بالتوجه المحافظ الذي يسعى إلى الحفاظ على ما هو قائم وينظر بحذر إلى أي تغيير في التفسيرات الدينية أو إنشاء مؤسسات حديثة فعلى سبيل المثال استطاع علماء الأزهر التفاهم مع مختلف الأنظمة السياسية في مصر وتابعوا دورهم التقليدي كمانحين للشرعية وما زال العلماء يتعاونون مع الأنظمة السياسية في تحديد ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي وبرغم أن مؤسسة الأزهر حسب رأيي كانت وستظل الحصن المنيع للإسلام الوسطي المعتدل في العالمين العربي والإسلامي فإن دخول الجماعات الدينية السياسية على خط العلاقة بين الدين والدولة ومحاولتها اختطاف الدين وارتهانه لمصالحها واحتكار الحديث باسمه قد دفعها إلى السعي الحثيف إلى تشويه دور الأزهر الشريف ومحاولة الانتقاص من دوره ومكانته ويبدو أن هذه الجماعات كانت تعتقد أن أي رصيد شعبي يطرح من الموروث التاريخي لهذه المؤسسة العريقة سيضاف تلقائيا إلى رصيد هذه الجماعات بحكم حاجة المجتمعات العربية والإسلامية إلى مرجعية دينية المدرسة الثانية هي الحداثة الإسلامية ومثل روادها من أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده حركة تقدمية لبرالية قبلة التقنيات الحديثة والمؤسسات والقيمة الغربية وأكدت إعمال العقل في تفسير الإسلام كان الاجتهاد طريقة أساسية للتوفيق بين الإسلام والمجتمع الحديث وكانت فلسفة الحداثة الإسلامية معاكسة تماما للإسلام التقليدي المحافظ الذي يمثله العلماء وعلى الرغم من أن هذه الحركة لم تدم طويلا فقد قدمت للمسلمين أفكارا وأدوات للتفكير العقلاني المتحرر وكان هدفها النهائي هو تحديث المجتمعات الإسلامية المتخلفة في القرن التاسع عشر الميلادي كانت الحداثة الإسلامية في ذلك القرن حركة إصلاح ديني واجتماعي صرف حيث شددت على الإصلاحات الدينية والاجتماعية واستنكرت التفسير الأعمى والجاهلة للإسلام وكان أحد الانتقادات الرئيسية التي وجهت إلى الحداثة الإسلامية هو افتقارها إلى برامج وخطط سياسية لتأسيس دولة إسلامية ولكن الحداثيين الإسلاميين كانوا يرون أن الإصلاح الاجتماعي له الأولوية على جميع الإصلاحات الأخرى لأنه من المستحيل تطوير نخبة سياسية حديثة مع بقاء غالبية الشعب أمياً المدرسة الثالثة هي الإسلام الإصلاحي المحافظ وقد أيدت هذه المدرسة المدرسة الحداثية في حماية الإسلام من تفسيرات جاهلة مثل البدعة حيث عارض الإصلاحيون المحافظون البدع واعتبروها سبب عدد من الأفكار المغلوطة عن القيم والتعاليم الإسلامية ولكنهم رفضوا الأفكار الغربية والمدنية في كتابات الحداثيين الإسلاميين وأيد الإصلاحيون المحافظون من أمثال الإمام محمد عبد الوهاب إقامة الدولة على نهج السلاف الصالح والعودة إلى التعاليم الإسلامية النقية وهو ما يعكس ضمنيا تحفظا على نهج الخلافة العثمانية حتى أن بعض الأدبيات التاريخية تزعم انشقاق ابن عبد الوهاب عن هذه الخلافة وبشكل عام يمكن تلخيص المبادئ الرئيسية للفكر الإصلاحي المحافظ على النحو الآتي أولا الشريعة الإسلامية هي القانون الوحيد للدولة وبالتالي فإن القوانين المدنية وأي إعادة تفسير للشريعة لجعلها متوافقة مع احتياجات العصر الحديث مرفوضة تماما وعلى الرغم من أن الإصلاحيين المحافظين يطلبون تطبيق الشريعة فإن الإجراء الذي يجب اتخاذه عندما يواجه المجتمع مسألة لم يرد بخصوصها نص في الشريعة أمر غير واضح فضلا عن أن الشريعة ليست حدودا فقط بل هي قبل ذلك حقوق للفرد المسلم في مجتمعه ومع ذلك هناك تنوع بين الإصلاحيين المحافظين فعلى سبيل المثال كان محمد رشيد رضا يؤيد الاجتهاد والتغيير التدريجي ثانيا بالنسبة إلى الإصلاحيين المحافظين يعتبر بعض هؤلاء نظام الخلافة الشكل المثالي للحكم الإسلامي ومع ذلك فهم مستعدون للتنازل عن الخلافة مقابل تطبيق الشريعة باعتبارها الدستور والقانون الوحيد للدولة الإسلامية وهذا يعني أن أنظمة حكم الدول العربية والإسلامية التي لا تطبق الشريعة تفقد شرعيتها ثالثا يؤكد الإصلاحيون المحافظون دور العلماء كمستشارين في الشؤون الشرعية ويرفضون دورهم في أضفاء الشرعية على القوى السياسية الفرق بين السلفية والأصولية من الضروري لفهم توجهات الجماعات الدينية السياسية وديناميات عملها التفرقة بين تياري السلفية والأصولية ويشير فقهاء السلفية إلى أنها تستهدف التخلص من البدع والعادات والتقاليد المنافية للشريعة الإسلامية كالسحر وزيارة الأولياء والتنجيم والتعاويذ وتقديس الموتى والتوسل بهم وغير ذلك وتدعو السلفية إلى الاجتهاد اعتمادا على المصدرين الأساسيين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أما الأصولية فقد نشأت في بيئات مختلفة حيث ظهرت في مجتمعات مدنية متقدمة وقت ذات بلاد المشرق العربي وفي ظل ظروف وتحديات معقدة مثل سقوط الخلافة العثمانية ونكبة فلسطين والاستعمار الأجنبي للبلدان العربية والإسلامية وردا على هذا الخطر دعا الأصوليون إلى مقاومة التحديث وتقويض الدولة الوطنية مؤسسين لخطاب يتحدث عن الأمة والدولة الإسلامية والأصولية بهذا المعنى خطاب إسلامي عقائدي يقدم منظومة أفكار تنطلق من الحاضر إلى المستقبل وذلك على خلاف السلافية التي تنظر إلى الحاضر لتخلصه من شوائب الماضي وممارساته متخذة من سيرة السلاف الصالح ومعتقداته وممارساته عقيدة لتطهير الدين من جاهلية الماضي ووثنيته في حين تعتبر الأصولية أن المجتمع الإسلامي القديم قد زال وحل محله التحديث والتغريب والكفر والطاغود ثانيا المنهج السلفي وأنواع الجماعات السلفية يرى بعض الباحثين أن للمنهج السلفي قواعده وأحكامه ومميزاته التي تميز السلفية عن غيرها من المناهج والتيارات الدينية الأخرى ومن هذه القواعد والأحكام ما يأتي ضرورة أن يكون الاستدلال واضحا بآيات من القرآن الكريم وأحاديث صحيحة من السنة النبوية الشريفة أن تعطى الأولوية للنصوص ويقصد بها آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وطالما ثبتت صحة النص والثقة به فلا يجوز إخضاعه للتبرير العقلي وبموجب هذه القاعدة فإن ترجيح العقل على النقل النص مرفوض تماما بالمنهج السلفي وفقا لقاعدة أن يكون صريح المعقول موافقا لصحيح المنقول وهي قاعدة صنف الإمام أحمد بن تيمية كتبه كلها عليها وتعني الاعتماد على نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة بشكل رئيسي وأساسي ورفض الاجتهاد في ظل النص الصريح احترام السلطة الدينية ورموزها وتوقير الخبرة المتواصلة التي يتمتع بها كبار السن من الشيوخ والعلماء علاوة على ذلك تتمثل السمات الأساسية الجامعة للفكر السلفي عموما في مجموعة من المبادئ كما يأتي أولا التشديد على مفهوم التوحيد في العبادة وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان ويمكن أن يعرف بأنه توحيد الله بأفعال العباد وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلل ومن أجله بعثة الرسل وأنزلت الكتب وخلق الخلق وشرعت الشرائع وفيه وقعت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم وتوحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات عبر إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو ما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسن والصفات من غير تحريف لها أو تأويل لمعناها أو تعطيل لحقائقها أو تكييف لها مع تنزيه الله عن كل عيب ونفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقص ثانيا التأكيد المستمر على طاعة أولي الأمر بصورة مطلقة فلم التزموا شرع الله ثالثا التنويه بفضائل الصحابة وفضائل سائر أئمة العلم رابعا نبذ البدع والخرافات والشبهات خامسا أهمية الجهاد واستمراره وأن المقصود منه هو نشر الدين الإسلامي وفقا لأصوله الصحيحة وهذا وفقا للفكر السلفي سادسا عدم الخوض في القضايا السياسية الشائكة سابعا تفويض أولي الأمر في التنظيمات والترتيبات الإدارية وتشكل طاعة ولي الأمر منهجا رئيسيا للفكر السلفي التقليدي الذي ينطلق من القاعدة التي تقول إن الله لا يزع يردع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أي بمركزية مفهوم ولي الأمر كما يمكن إبراز أهم السمات المنهجية للسلفية فيما يأتي أولا العناية بعقيدة السلف ونقد عقيدة الخلف بمعنى العودة إلى أصول العقيدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما كان عليه السلف الصالح من قول وفعل ونبذ البدع والشبهات التي ظهرت وكثرت بمرور الزمن فحادت عن طريق السلف وأدخلت من الدين ما ليس فيه وهذا هو جوهر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بحسب ما يرى أتبعه ثانيا ترجيح التفسير الأثري للقرآن العظيم ويقصد به تفسير القرآن الكريم بالنصوص الإسلامية الأولى ذات الطابع المصدري وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ثالثا ترجيح مذهب الإمام أحمد بن حنبل في مجال العقيدة والفقه والميل إلى آراء مدرسة الإمام أحمد بن تيمية وهما من أصول المنهج السلفي ومراجعه رابعا العناية بالعلوم الشرعية مثل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والفقه والحديث خامسا نشر فكر الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنه محاربة البدع في الدين ومظاهر الشرك بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره علاوة على ما سبق فهناك من الباحثين من يرى أن ثمة قواسم مشتركة عامة بين السلفيين تتمثل في مجموعة من الجوانب نوضحها فيما يأتي أولا يمنح السلفيون مسألة التوحيد موقعا متقدما ومهما على المستوى الفكري وهذا لا يقتصر على الموقف من غير المسلمين فقط بل على الموقف من رفض مظاهر الشرك لدى بعض الفرق الأخرى أيضا مثل الطواف حول قبور الأولياء واعتقاد عصمتهم أو التوسل بالنبي وبالأولياء وسن قوانين والتشريعات المنافية لأحكام الشريعات الإسلامية ثانيا يحظى الجانب العقائدي بأهمية كبيرة في مواقف السلفيين المختلفة فهم من الناحية التاريخية يمثلون أهل السنة والجماعة وبصورة أكثر تحديدا أهل الحديث وهي إحدى المدارس السنية الإسلامية وقد اتسمت بالاهتمام بالحديث النبوي والفقه واستنباط الأحكام من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهذا هو جوهر اهتمام المدرسة السلفية التي يبرز من أئمتها الإمام أحمد بن حنبل وهي مدرسة تشكلت عبر القرون الماضية في إطار الرد على فرق وجماعات أخرى مثل الشيعة والخوارج والمعتزلة والأشاعر وغيرها ثالثا تقديم النص على العقل إذ يشدد السلفيون على أولوية النص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بحيث تكون الغلبة للنص في حال حدوث تعارض بين صريح النص وصحيح العقل وهذا الأمر يبدو مغايرا لتيارات أخرى مثل المعتزلة وهم الذين يقدمون العقل على النص وكما هي الحال عند أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد رابعا تكريس مفهوم الاتباع للابتداع ومعناه يتلخص في تأكيد أهمية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام فهم الصحابة وتصرفاتهم في أمور الدين وعدم الابتداع في الدين والإتيان بما ليس فيه واستحداث أمور من شأنها التأثير سلبيا في الفهم الصحيح للدين وإطاره السليم لأن الدين الإسلامي تم وكمل برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ختم المرسلين لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن هنا فلا مجال لما يعتبر ابتداعا في الدين من وجهة نظر التيار السلفي وإحدى الإشكاليات حسب رأيي هنا تكمن في ضبط المفاهيم والمصطلحات فهناك دلالات سلبية واضحة لمفهوم الابتداع وربما يكون جانبا من هذه الدلالات واقعيا وصحيحا من الناحية الفقهية ولكن التماسى المفاهيمي الحاصل بين الابتداع ومفهوم آخر هو الاستحداث أو الاجتهاد يحدث اللبس والخلط المفاهيمي ليس على المستوى الفكري والعقائدي فقط بل على مستوى الممارسة والتطبيق أيضا ولا سيما أن الاجتهاد قد يكون مسألة ملحة على الأقل جهة إبراء ذمة الدين والانتصار له في مواجهة أي اتهامات بالجمود ومقاومة التطور والتحديث اتجاهات رئيسية في السلفية تعددت اتجاهات السلفية كما ذكرت سالفا فالسلفية ليست كيانا واحدا متجانسا حيث طرأ عليها العديد من التغيرات فمنها من اتخذ السلفية منهجا وقواعد ومنها من جعل السلفية جماعة وتيارا ارتبط بالعمل بالسياسة ومنها من تطرف واستخدم العنف ومنهج التغيير بالقوة مثل السلفية الجهادية وعلى الرغم من الخريطة المتشعبة للسلفية يمكن التمييز بين اتجاهات رئيسية في السلفية في الوقت الحاضر كما يأتي الاتجاه الأول اتجاه السلفية العلمية أو الدعوية هو ذلك الاتجاه الذي سلك طريق الدعوة والتعليم ورفض مبدأ المشاركة السياسية وتتجه جهوده نحو نشر الجوانب الصحيحة للعقيدة الإسلامية والرد على الأفكار التي يعتبرها منحرفة عن الإسلام الصحيح خاصة من الفرق الإسلامية المختلفة مثل الخوارج والشيعة ويمثل هذا الاتجاه في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين وتلاميذه وفي المملكة الأردنية الهاشمية يقترب ناصر الدين الألباني من هذا الاتجاه وأود هنا أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أنه يوجد اختلاف بين الباحثين والمتخصصين حول ما هي السلفية العلمية فمثلا هناك من يرى أن السلفية العلمية والدعوية قسم واحد اختار الدعوة والتعليم ونشر الدين الصحيح ورفض مبدأ المشاركة السياسية وبالمقابل هناك من الباحثين من يرى خلاف ذلك وهو أن السلفية العلمية تتبنى خيار العلم الشرعي ومحاربة البدع وتنقية الإسلام من الشوائب وفرق بينها وبين السلفية الدعوية قائلا إن السلفية الدعوية تتبنى منهجا دعويا تغييريا يسعى إلى إصلاح المجتمع بوسائل مثل التربية والعمل الجماعي وقد يصل الأمر بها إلى تكوين أحزاب سياسية والمشاركة في الانتخابات كما حدث في دولة الكويت ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ويؤخذ على هذا التعريف الأخير كونه يخلط الأوراق بين الدين والسياسة والعمل الدعوي والعمل السياسي فمن المتفق عليه أن العمل الدعوي يكون هدفه الدعوة إلى الله ونهج الدين القويم ونشر قيم الدين وتعاليمه السمحة على خلاف العمل السياسي الهادف إلى تحقيق هدف أو مصلحة لجماعة أو تيار معين مثل الحصول على سلطة ما على حساب منافسين آخرين الاتجاه الثاني اتجاه وسط بين الفكر الديني والعمل الحركي وهذا الاتجاه يجمع بين الفكر والحركة معا فعلى الرغم من تمسكه بالأفكار السلفية والمنهج السلفي فإنه من جهة أخرى يؤمن بالعمل الحركي المنظم وبالإصلاح السياسي وسلمية التغيير حتى مع اختلاف المجموعات التي تمثله حول رؤيتها للواقع السياسي وموقفها منه فهي تتفق مثلا على أهمية العمل السياسي ومشروعية المعارضة ورفض منهج العنف والعمل المسلح ومن أبرز ممثل هذا الاتجاه حزب النور المصري وجمعيتاء الحكم الخيرية والإحسان في الجمهورية اليمنية والجمعيات السلفية في دولة الكويت ومملكة البحرين الاتجاه الثالث اتجاه السلفية الجهادية السلفية الجهادية في حاجة إلى إسهاب وشرح والسبب في ذلك أن هذا الاتجاه يحمل اسم السلفية ما قد يشير إلى أنه ينتمي إليها في حين أن السلفية كمنهج وفكر بل كحركة وممارسة تتبرأ منه ولا تنسبه إليها فالسلفية الجهادية تؤمن بالعنف والعمل المسلح والتغيير بالقوة والخروج على الحكام كما تكفر المجتمعات ومن بين مقومات هذا الربط ما يقوله باحثون من أن التراث الفكرية للشيخ محمد عبد الوهاب قد أضحى مصدرا رئيسيا أضيف إلى مصادر التراث المعرفي الجهادي عقب مرحلة الجهاد في أفغانستان وهناك من يرى أن السلفية الجهادية أيضا جمعت بين التوحيد بمعناه الحنبلية الجديد كما أسسه الإمام أحمد بن تيمية وفصله الإمام محمد بن عبد الوهاب على المنهج السلفي وحاكمية سيد قطب وأبي الأعلى المودود التي تعني أن الحكم لله بمعنى وجوب تطبيق شرع الله وأحكامه وفق منظور الجماعات الدينية السياسية كأساس للمجتمعات المسلمة وهذا التوجه يعني من منظور الأدبيات السياسية الحديثة أن الله هو مصدر السلطة وليس الشعب أو الأمة كما أن السلفية الجهادية قامت على الدمج بين تجربة الجهاد الأفغاني في جهاد العدو البعيد والجهاد ضد العدو القريب من جانب آخر هناك من يرى أن الربط النظري القائم بين السلفية والتنظيمات الجهادية يمكن رده إلى أسباب عدة منها كثرة المنتسبين إلى التيار الجهادي العالمي من أبناء الجزيرة العربية خاصة من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية إثر دعم بعض الدول العربية والإسلامية للجهاد في جمهورية أفغانستان الإسلامية وتوفير الغطاء المادي والإعلامي حتى الشرعي له حيث تبنى كثير من العلماء مثل محمد بن عبد الرحمن العريفي وسلمان بن فهد العودة وغيرهما ممن ذاع صيطهم في الأوساط الجهادية والإعلامية المشروع الجهادي وروجوا له في أزمات ودول أخرى بخلاف أفغانستان كما حدث في كل من سوريا والعراق الاسترشاد بالدعوة السلافية كمنهج علمي وعملي والنظر إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كأحد المراجع الفكرية الرئيسية للتنظيمات الجهادية انقسام السلافية الوهابية إلى سلافية تقليدية وأخرى جهادية الأمر الذي سمح باستخدام المصطلح بهدف التمييز بين التيارين وهناك من يضيف أن المتعاطفين مع القاعدة في العالمين العربي والإسلامي يستحسنون التسمي بهذا الاسم السلافية الجهادية لأنه أقل إثارا للشبهات من اسم القاعدة الذي ارتبط بالإرهاب على مستوى العالم خاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 للميلاد مع أن فكرهم الحقيقي هو فكر تنظيم القاعدة وهم هنا يرغبون في نسبة أنفسهم إلى السلف باعتبار السلف هم خير قدوة ومدرسة يجب أن يحتذا بها لكن في الوقت نفسه يركزون على موضوع الجهاد الذي يعتبرون أن باقي المنتسبين إلى السلفية متقاعسون عنه ويرى المنتمون إلى تيار السلفية الجهادية أن السلفية هي تمسك بما كان عليه السلف الصالح على صعيد الاعتقاد والعمل والجهاد فالسلفية الجهادية تيار يجمع بين الدعوة إلى التوحيد بشموليته والجهاد لأجل ذلك في آن واحد أو هو تيار يسعى إلى تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت فهذه هي هوية التيار السلافي الجهادي الذي يميزه عن سائر الجماعات الدعوية والجهادية العلاقة بين السلفية والوهابية هناك علاقة وثيقة تربط بين السلفية والوهابية نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة السلفية في نجد ويقول محمد أبو زهر عن السلفيين السلفيون هم أولئك الذين نحلوا أنفسهم ذلك الوصف وأولئك ظهروا في القرن الرابع الهجري وكانوا من الحنابلة وزعموا أن جملة آرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف وحارب دونها ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري إذ أحياه شيخ الإسلام ابن تيمية وشدد في الدعوة إليه وأضاف إليه أمورا أخرى قد بعثت إلى التفكير فيها أحوال عصره ثم ظهرت تلك الأراء في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري أحياها الإمام محمد بن عبد الوهاب وما زال الوهابيون ينادون بها ويتحمس بعض العلماء من المسلمين لها وهناك من الأراء ما يعتبر أنه لا فرق بين منهجي السلفية والوهابية ويرى أنهما وجهان لعملة واحدة وتستند هذه الأراء إلى أن الجانبين يتبنيان المعتقدات والأفكار ذاتها وأن هذه الأفكار عندما تتبلور داخل الجزيرة العربية تسمى وهابية حنبلية وعندما تصدر أو يتم تناولها خارج نطاقها الجغرافي الرئيسي وهو الجزيرة العربية يطلق عليها مسمى سلفية وبشكل عام فإن مصطلح الوهابية مرفوض من جانب أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب ذلك أنهم يرون أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى الوهابية وأن الأمر يتعلق بمنهج العودة إلى الأصول ومحاربة البدع صحيح أن الإمام محمد بن عبد الوهاب له مكانة كبيرة لدى أتباعه لكنهم يرون أن ذلك لا يؤسس لمذهب إسلامي جديد هو الوهابية خاصة أنهم أعلنوا صراحة أن فكرهم هو العودة إلى الإسلام الصحيح على ما كان عليه السلف الصالح والمبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع وفقا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن تبعه مثل الإمام أحمد بن تيمية ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب مجددا وداعيا للعودة إلى الأصول فهو متبع لدعوة السلف وليس مبتدعا لها ودعوة السلف لم يكن فيها وهابية أما عن الوهابية كمسمى ونسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب فيقول بعض الباحثين ظهرت الوهابية في الصحراء العربية نتيجة للإفراط في تقديس الأشخاص والتبرك بهم وطلب القرب من الله بزيارتهم ونتيجة لكثرة البدع التي ليست من الدين وقد سادت هذه البدع في المواسم الدينية والأعمال الدنيوية فجاءت الوهابية لمقاومة كل هذا وأحيت مذهب الإمام بن تيمية وهو الرأي ذاته الذي قال به حامد الفقي مؤسس جمعية أنصار السنة المحمدية بمصر مؤكدا أصول الدعوة الوهابية فهو يقول إن الوهابية لا يدعون لا بالقول ولا بالعمل أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب جديد ولا اخترع علما غير ما كان عليه السلف الصالح وإنما كان علمه وجهاده لإحياء العمل بالدين الصحية وهذا ما ذهب إليه أنصار المنهج السلفي أيضا منتقدين إطلاق اسم الوهابية على تلك الدعوة قائلين إن إطلاق هذا المسمى على دعوتهم جاء لتبدو بمظهر المنتسب إلى شخص وما هي كذلك؟ لأنها دعوة إسلامية عامة والدعى منتقدو الوهابية أنها ابتدعت مذهبا جديدا وآراء لم تكن معروفة في الإسلام مع أن كل ما دعى إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب من أصل إسلامي قال به فقهاء المسلمين وكل ما نادى به من محاربة البدع والضلالات له مماثل في المذاهب الإسلامية كما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل من جانب آخر يذكر أن الوهابية لم تقتصر على الدعوة فقط بل عمدت إلى حمل السيف ضد المخالفين من أصحاب البدع لأنها منكر تنبغي محاربته انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك تحقيقا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أئمة المنهج السلفي من أهم أئمة المنهج السلفي ورموزه الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وسوف يتم التطرق إليهم بشكل مختصر فيما يأتي الإمام أحمد بن حنبل مئة وأربعة وستون مئتان واحد وأربعون للهجرة سبعمائة وثمانون ثمانمائة وخمسة وخمسون للميلاد والإمام عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحمد بن حنبل ولد في بغداد وهو مؤسس المذهب الحنبلي وله مكانة كبيرة في المنهج السلفي يقول عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب نحن ولله الحمد متبعون لا مبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الإمام أحمد بن حنبل من أكثر المذاهب السنية محافظة على النصوص وابتعادا عن الرأي ويعتبر السلفيون أن نهج الإمام أحمد بن حنبل ونهجهم من حيث رفض البدع واللجوء إلى النص والعودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومحاربة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك يعدونه مرجعا ومن أئمة السلفية حفظ الإمام أحمد بن حنبل القرآن الكريم منذ صغره وعندما تجاوز الخامسة عشرة من عمره بدأ رحلة طلب العلم الديني وتحول إلى مجالس الحديث وارتبط بهذا المسار ثم رحل لطلب علم الحديث متنقلا بين بلاد الشام والمغرب ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراق وفارس وخرسان ومن أهم كتب الإمام أحمد بن حنبل كتاب المسند وهو أكبر دواوين السنة النبوية الشريفة ويحوي أربعين ألفا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم انتقاها الإمام أحمد بن حنبل من بين سبعمائة وخمسين ألف حديث وقد تعرض الإمام أحمد بن حنبل لاختبار صعب في مسألة خلق القرآن التي ترددت في عهد الخليفة العباسي عبد الله بن هارون الرشيد المعروف بالخليفة المأمون 170-218 للهجرة الذي دع العلماء إلى القول إن القرآن مخلوق وهو ما رفضه الإمام أحمد بن حنبل وتمسك به بأن القرآن الكريم كلام الله أنزله المولى عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد صمد الإمام أحمد بن حنبل ورفض القول بغير ذلك برغم تعرضه للتعذيد فيما عرف تاريخيا بمحنة الإمام أحمد بن حنبل كما ذكرت سالفا وترى السلفية وأتباعها أن موقف الإمام أحمد بن حنبل من رفض التسليم بمقولة خلق القرآن موقف عظيم وشجاع بداية من الخليفة المأمون ثم المعتصم وبعده الخليفة الواثق ممن كانوا يدعون إلى القول بخلق القرآن الكريم وقد رفضه الإمام أحمد بن حنبل باعتباره بدعة وابتداعا في دين الله لا نص عليه ولا دليل لا من القرآن الكريم ولا السنة النبوية الشريفة حيث كان الإمام أحمد بن حنبل كلما طلبوا منه أن يلين أو يخضع للقول بخلق القرآن الكريم يسكتهم بطلب الدليل مطالبا إياهم بإعطائه برهانا على ذلك من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيعجزون وهذا يوضح ارتباط السلفية بالإمام أحمد بن حنبل الذي يصفه بعضهم بأنه رائد السلفية الإمام أحمد بن تيمية ستمائة وواحد وستون سبعمائة وثمانية وعشرون للهجرة ألف ومائتان وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون للميلاد هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ولد بحران تقع في سوريا الآن ولما بلغ عمره نحو السبع سنوات انتقل مع والده إلى العاصمة السورية دمشق هربا من الغزاة التتار ونشأ الإمام أحمد بن تيمية في بيت عرف عنه العلم والفقه والتدي فأبوه وأجداده وإخوته وبعض أقارب كانوا من علماء الفقه المعروفين وقت ذاك منهم جده محمد بن الخضر ومنهم عبد الحليم بن محمد بن تيمية وعبد الغني بن محمد بن تيمية وأخوه عبد الرحمن وغيرهم بدأ الإمام أحمد بن تيمية بطلب العلم أولا على يد أبيه وعلماء دمشق فحفظ القرآن الكريم وهو الصغير ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسير وعرف بقوة الحفظ والذكاء منذ صغره ثم توسع في دراسة العلوم الدينية وتعمق فيها واجتمعت فيه صفات المجتهد وشروط الاجتهاد الفقهي منذ شبابه فلم يلبث أنصار إماما يعترف له بالعلم والفضل والإمام قبل بلوغ الثلاثين من عمره شهد له أقرانه وأساتذته وتلاميذه وخصومه بسعة الاطلاع وغزارة العلم والتواضع وسرعة الحفظ قال أبو عبد الله شمس الدين الذهبي عن الإمام أحمد بن تيمية شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر قاتل الإمام بن تيمية وجاهد في رد التتار عام 712 للهجرة 1313 للميلاد وتوفي وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق 728 للهجرة 1329 للميلاد ويذكر للإمام أحمد بن تيمية أنه قد صرف حياته واجتهد في فحص أي ثغرة تمس نقاء العقيدة فتصدى لكل ما صادفه من انعكاسات للفلسفة اليونانية ومؤثراتها السلبية من وجهة نظره في الإسلام وساجل المذاهب الباطنية معتبرا أنها من البدع بسبب ما توليه من أهمية للتأويل وألف كتابا صار مرجعا لكل السلفيين حمل عنوان السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وقد كان هذا الكتاب وما زال عظيم التأثير كونه يطبع ويتداول حتى الآن وهو يتناول علاقة الأمير برعيته في ظل الشريعة الإسلامية ويشدد على تطبيق الحدود بشكل حرفي لكنه يولي موضوع الجهاد أولوية استثنائية لدرجة جعله في مرتبة مساواة للصلاة حتى لا يبدو أنه يضعه فوق الأركان الشرعية الخمسة الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج معتبرا أن الدين جذعه الصلاة وتاجه الجهاد وفي كتابه المشار إليه جعل الإمام أحمد بن تيمية مجاهدة الكفار المحاربين إحدى وظيفتي ولي الأمر حيث الوظيفة الأولى تتمثل في تكريس طاقته لخدمة الدين بتأمين انتصار الفضيلة داخل الأمة من خلال إقامة الحدود والأخرى خوض الجهاد المقدس خارج الدار الإسلام وهو بذلك يرى أن الإسلام يمكن أن يحقق أكبر نجاح ممكن سياسيا ودينيا بحيث يصبح السياسي والديني شيئا واحد لا يمكن تقسيمه إلى قسمين منفصلين فالسلطة التي لا تهتم بالشأن الديني والدين الذي لا يهتم إلا بذاته متخليا عن القوة والعظمة مكتفيا بالتقوى والخشوع في الحالتين ينتهي الإثنان إلى الفشل بحسب وجهة نظر الإمام أحمد بن تيمية وهذا الكتاب يختلف من حيث الهدف والمحتوى والمنهج عن كتاب المسند الذي يضم كما ذكرت سالفا أربعين ألفا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهم كتب الإمام أحمد بن تيمية الحسبة والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ودرء تناقض العقل والنقل أحد عشر مجلدا والاستقامة ومناهج السنة النبوية الشريفة في نقض كلام الشيعة والقدرية وقد جمعت فتاواه في خمسة وثلاثين مجلدا الإمام محمد بن عبد الوهاب ألف ومائة وخمسة عشر ألف ومائتان وستة للهجرة ألف وسبعمائة وثلاثة ألف وسبعمائة وواحد وتسعون للميلاد والإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي أولد ونشأ في العينية بوسط نجد في المملكة العربية السعودية حاليا وتلقى العلوم الأولى على يدي والده وكان يعمل قاضيا للعينية أنذاك ارتحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولمتابعة علومه وبحوثه فدرس على يد أئمة مكة أنذاك ثم انتقل إلى المدينة فقرأ على يد فقهائها وعلمائها من أمثال عبد الله بن إبراهيم النجدي والشيخ محمد السندي ثم قصد البصرة حيث درس النحو واللغة والحديث والفقه وعاد بعد ذلك إلى نجد ومر في طريقه بالأحساء وتعلم على يد الشيخ محمد بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي نشأ الإمام محمد بن عبد الوهاب في وقت كانت فيه عوامل الضعف قد تسللت إلى أوصال الدولة الإسلامية وأخذت الخلافة العثمانية تفقد سيطرتها وتصدرها للأمور وساعد على هذا الضعف انتشار البدع وتغلب الخرافة وظهور أنواع من الشرك فقدست القباب والأشجار والأحجار وعبادة الأضرحة والتوسل بالمشايخ والصالحين أحياء وأموات وتركزت دعوته على تصحيح توحيد الله وإخلاص العبودية له وإنكار الشرك والبدع والخرافات والتوسل غير المشروع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة كل ما يعوق الطريق إلى التوحيد والعبادة الخالصة انطلق الإمام محمد بن عبد الوهاب في صياغته من اعتبار التوحيد أساس الإسلام وهذا يعني إفراد الله بالعبادة دون سواه فالمجتمع يجب أن يكون نموذجا عمليا لهذا التوحيد الإلهي وقد ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب مجموعة من الكتب منها كتاب التوحيد وكشف الشبهات وتفسير سورة الفاتحة وأصول الإيمان ومعنى الكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتاب الكبائر ويرى أنصار الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه لم يكن إلا مجددا لما كان عليه السلف الصالح من فهم صحيح للإسلام وسلوك سليم يستقيم مع هذا الفهم ما يفسر برأيهم تأثير هذه الدعوة البالغ في وجدان الشعوب الإسلامية ويعتبرون أن هذا التأثير قد بلغ من القوة حدا لم يبلغه تأثير دعوة أخرى منذ عهد بعيد حيث تأثر بها دعاة الإصلاح الإسلامي في الهند وباكستان والعراق والشام وغيرها واقتبس كثيرا من مبادئها رجال كان لهم مكانتهم في هذه البلاد كجمال الدين الأفغاني وجمال الدين القاسمي وخير الدين التونسي وصديق حسن خان وأمير عدي وعن تأثر الإمام محمد بن عبد الوهاب بالإمام أحمد بن تيمية تقول بعض الدراسات تأثر الإمام محمد بن عبد الوهاب بجانب مهم من جوانب فكر الإمام بن تيمية وهو ذلك الجانب الذي يكافح الشرك في العبادات وممارسة الشعائر والطقوس وجاء تأثر الإمام محمد بن عبد الوهاب بذلك الجانب نتيجة الاستجابة لحاجات العصر وطبيعة البيئة حيث كانت مظاهر الشرك في التعبد سائدة في كل أنحاء الجزيرة العربية وعن المشتركات الفكرية بين كل من الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب تشير بعض الأرى إلى أن هناك تدرجا في الحدة بين الحلقات الثلاث التي تشكل خلالها الفكر السلفي فهي حلقات انتقلت من التساهل النسبي مع الإمام أحمد بن حنبل إلى الانتقاد النظري الجذري من جانب الإمام أحمد بن تيمية وصولا إلى استخدام العنف وهدم الأضرحة ومكافحة التصوف والتوسل وتنقية العقيدة كما رأى الإمام محمد بن عبد الوهاب بحيث لم يتبق في المملكة العربية السعودية التي تبنت تحت قيادة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 1902-1953 للميلاد في الدولة الثالثة للأسرة السعودية العقيدة السلفية وفكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أي قبر من قبور الصحابة والأولياء باستثناء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى باحثون أن السلفية الوهابية تفتح الباب واسعا أمام ضوابط شديدة الصرامة ويعتبرون أن تركيزها على الجانب المعتقدي التوحيدي قد قسم العالم بشكل ثنائي مضاد إلى عالم كافر مشرك وعالم مسلم صحيح الإيمان يمثله أهل التوحيد وقد قادت هذه الرؤية إلى توسيع دائرة مفهوم الولاء والبراء وهو ما استندت إليه لاحقا التيارات التكفيرية والجهادية المتشددة في أدبياتها ومن ذلك ما عرف بنواقض الإسلام وهي القواعد العشرة الآتية أولا الشرك في عبادة الله مثل طلب الدعاء من الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم ثانيا من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا ثالثا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم رابعا من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه خامسا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سادسا من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم سابعا السحر ومنه الصرف والعط من فعله ومن قبله ورضي به ثامنا مظاهرة المشركين أو مناصرتهم ومعاونتهم على المسلمين تاسعا من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عاشرا الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به الجانب الآخر نجد أن هناك من علماء السلفية من ينكر مصطلح الوهابية وكأنها مذهب إسلامي جديد كما يرفض ربط السلفية بشخص أي أحد سواء كان الإمام محمد بن عبد الوهاب أو الإمام أحمد بن تيمية وذلك انطلاقا من أن السلفية تعني العودة بالإسلام إلى أصوله ومنابعه النقية دون شبهات أو بدع ربما تكون قد دخلت عليه بمرور الأيام وتوالي السنين ويرى محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على مصطلح الوهابية أن هذه فكرة خاطئة ويعتبرها باطلة ويرى أن الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام الصحيح نفسه وهي دعوة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خاتمة الدعوات وآخر الشرائع مؤكدا أن المسلمين الأوائل كانوا على الإسلام الصحيح فلم تكن هناك حاجة أو داع للقول الإسلام السلفي أو الدعوة السلفية ولذا فإن وجهة النظر هذه ترى أن التمسك بصحيح الإسلام لا يعني بالتبعية ترويج مصطلحات مثل الإسلام الوهابي أو غير ذلك ويقرب الألباني المثال عن السلفية بقوله كان الناس يتكلمون العربية الفصحى دون لحن ودون خطأ فلم يكن هناك حاجة لوضع قواعد النحو وإلى اصطلاحات النحو واللغة والملاغة لأنها كانت معروفة سليقة وكذلك الدعوة السلفية كان الناس عليها ولكنها بدأت تظهر شيئا فشيئا عندما بدأت الأفكار الأخرى تظهر وعندما بدأت هذه الثقافات الأجنبية تؤثر على المسلمين فتحرف بعضها وتزين لبعضهم أشياء تخالف الإسلام في العقائد وغيرها وبشكل عام هناك من الباحثين من يبدي ملاحظات على السلفية أولا التيارات السلفية تتفق من حيث ظروف نشأتها ومن حيث التناقض بين انتشارها الواسع جغرافيا وضعف تماسكها التنظيمي فأتباع التيار السلفي قليل العدد نسبيا مقارنة بالجماعات الدينية السياسية الأخرى ثانيا يرجع الخلط بين السلفية الدعوية والتيارات الجهادية إلى افتراض مسبق بأن التيار الجهادي ومرحلة متطورة للتيارات السلفية وبالتالي تصبح كل جماعة سلفية مشروعا جهاديا محتملا إذا توافرت الظروف الملائمة لها ثالثا لم تكن السلفية في بداياتها الأولى سلفية ساكنة أو مجرد حركة علمية تتركز في دور العبادة وينحصر نشاطها في إلقاء الدروس والخطب بل كانت حركات تغيير وإصلاح تهدف إلى الرجوع إلى أصول تعليم الدين الإسلامي الحنيف وتنقية المجتمع من البدع والشبهات المخالفة للدين التي لحقت به رابعا في قضية الانتماء صلت التيارات السلفية فترة من الزمن تتميز بسهولة الانتماء إليها فالمطلوب هو الالتزام فقط بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتعظيم الأوامر والنواهي وبخلاف بعض الأوامر الشرعية فأغلب التزام المرء يكون بينه وبين ربه هكذا يصبح المرء سلفيا الانتقادات للسلفية عموما كفكر عديدة وكثيرة ومنها تلك الانتقادات التي تصف السلفية بالتصلب الفكري لأسباب عدة وفقا لهذا الرأي أولا أن السلفية وضعت مبدأ التوحيد كخلفية تقاس عليها شرعية كل التصرفات والمواقف والأفعال والمقولات حتى إن لم تكن دينية بالضرورة بمعنى أن كل نوع من التفكير والفعل لا ينطبق من التوحيد ونوع من عبادة الذات ويرى هذا الرأي أن السلفية بذلك تضع المسلم أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن يكون سلفيا وإما أن لا يكون مسلما على الإطلاق ثانيا أن السلفية تبدو شديدة الصرامة في مواجهة التراث الفقي المعاصر الذي لا يسير وفق التقاليد الفقية السالفة انطلاقا من الرؤية الصارمة جدا والملتزمة بحرفية القرآن وفق المذهب الحنبلي وهي ترفض الفقه الذي ينادي بمراعاة الظروف المستجدة أو ما يعرف بفقه الواقع مع نهاية عام 2010 للميلاد وبدايات عام 2011 للميلاد شهدت الساحة العربية بداية الاحتجاجات الشعبية في دول عدة وتنامت هذه الاحتجاجات وتطورت وانتشرت في العديد من الدول العربية كما ذكرت سالفا ولا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم بحكم أنها أفرزت عواقب عقيمة التأثير في تماسك بعض الدول التي وقعت فيها ونالت من أمنها واستقرارها وسيادتها وقد شهدت تلك الاحتجاجات ظاهرة مهمة وهي بروز دور الجماعات الدينية السياسية وهي التنظيمات والتيارات التي ترى ضرورة ربط الدين بالدولة وأنه لا يجوز الفصل بين السياسة والدين وإذا كان بروز دور بعض الجماعات الدينية السياسية مثل جماعة الإخوان المسلمين متوقعا على خلفية وجودها منذ عشرينيات القرن الماضي ومحاولاتها المستمرة الدخول إلى العمل السياسي أملا في الوصول إلى السلطة وتمكنهم بالفعل من دخول البرلمانات في بعض الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وغيرها ما يعد ممارسة لدور سياسي وينبئ عن رغبة واستعداد لمواصلة الانخراط في هذا التوجه مستقبلا فإن بروز دور السلفيين السياسي منذ عام 2011 للميلاد في دول عربية عدة ودخولهم مجال العمل السياسي كان مفاجأة لكثير من المراقبين والمتخصصين خاصة أنهم باتوا اليوم فاعلين على الساحة السياسية في هذه الدول العمل السياسي للسلفية منذ عام 2011 للميلاد تمثل التحولات السياسية التي شهدتها ولا تزال دول عربية عدة منذ عام 2011 للميلاد نقطة تحول تاريخية في المسار العام للتيارات السلفية إذ قررت جماعات وتوجهات سلفية الانخراط في العمل السياسي والحزبي والمشاركة في النقاشات الفكرية والسياسية وقد تجلى ذلك وتكرر في حالات عدة ابتداء من المشهد المصري وصولا إلى المشهد التونسي علما بأن التيار السلفي قد برز على الساحة السياسية المصرية ممثلا في حزب النور في عام 2011 للميلاد في حين لم يلعب هذا التيار دورا سياسيا مناظرا في الجمهورية التونسية قبل ذلك كان التيار السلفي بصورة عامة مع استثناءات قليلة في العالمين العربي والإسلامي بعيدا عن المشاركة السياسية والعمل الحزبي لأسباب واعتبارات تتعلق بموقفه الأيديولوجي مركزا جهوده على العمل التعليمي والتربوي من خلال إنشاء مدارس تديرها جمعيات خيرية فضلا عن العمل الدعوي مع رفض الدخول إلى اللعبة السياسية بذرائع وأسباب متعددة ومختلفة والمرحلة الجديدة لم تكن بلا تكاليف ففي مقابل المكاسب السياسية والظهور العلني والبروز الإعلامي والنفوذ الجديد في المجال العام بصورة خاصة في الدول التي شهدت اضطرابات داخلية فإن هذه الأحداث وضعت السلفيين تحت الأضواء وتصاعد حجم الخصومة السياسية إزاءهم في العالم العربي والتخويف من مشروعاتهم الاجتماعية والثقافية وأهدافهم السياسية ومن جهة ثانية أفرزت التحولات السياسية في هذه الدول مناظرات وخلافات داخلية كبيرة لدى أغلب الاتجاهات السلفية حول مشروعية التغيرات الحاصلة داخل التيار السلفي فقبول الديمقراطية والمشاركة السياسية وشروطها واستحقاقاتها والاختلافات الجوهرية بين طبيعة العملين الحزبي والدعوي كل ذلك لم يكن موضع اتفاق وتوافق كامل في الأوساط السلفية العربية عموما إذ بقيت هناك تيارات ترفض هذا التحول وتصر إما على رفض العمل السياسي جملة وتفصيلا وإما على المشاركة السياسية رغم عدم استعدادها لذلك جاء دخول السلفيين إلى المشهد السياسي وتشكيل الأحزاب السياسية عبر البوابة المصرية ثم بدأ يلقي بظلاله على السلفيين في أنحاء متفرقة من البلدان العربية والإسلامية الأخرى وقد اضطر السلفيون مع تلك المرحلة الجديدة من أنشطتهم إلى قبول قواعد اللعبة السياسية ما يعني بالتباعية القيام بمراجعات أيديولوجية وفكرية لمواكبة الواقع الجديد الذي يعملون فيه وتحديد أهدافهم وأولوياتهم ومواقفهم إذا العمل السياسي الذي باتوا جزءا من لقد أصبح السلفيون لاعبا سياسيا جديدا تقاسم مع الإخوان المسلمين الأصوات المحافظة دينيا في المجتمعات فضلا عن أصوات الباحثين عن التغيير ومن وضعوا ثقتهم في الجماعات الدينية السياسية سعيا وراء بديل سياسي يخلصهم من أزماتهم المعيشية والتنموية ناهيك عن أصوات المناوئين لأنظمة حكم سابقة ومن تخوفوا من عودة هذه الأنظمة ورموزها وفي جمهورية مصر العربية على سبيل المثال دخل التيار السلافي في مواجهات ومنافسات مع القوى السياسية الأخرى لكن على الرغم من التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين ثم منافسته لها في الانتخابات التشريعية نهاية عام 2011 للميلاد فإن التيار السلافي يقدم خطابا مغايرا في سماته العامة عن خطاب الإخوان المسلمين فهناك من يرى أن السلافيين يبدون في موقف أكثر التزاما بتطبيق الشريعة الإسلامية وأشد خصومة مع التيارات المدنية الأخرى وأعتقد أن مثل هذه الفروقات تكتيكية الطابع ولا تعبر عن خلافات استراتيجية في الرؤى والتصورات وهي ناتجة في الأساس من خبرة جماعة الإخوان المسلمين تاريخيا وفي المراوغة والمناورة والتخفي وراء الشعارات والتزام مبدأ التقية السياسية سعيا وراء بلوغ مرحلة التمكين لإظهار نياتها الحقيقية في حين أن ضعف أو بالأحرى تلاشي الخبرة السياسية للسلافيين يفسر كثيرا من مواقفهم الصدامية مع التيارات المدنية بدليل حدوث تحولات في مثل هذه المواقف وبوتيرة أسرع كثيرا عن أي توقع وقد شكل نجاح السلافيين اللافت للنظر في الانتخابات المصرية مفاجأة حتى لمتابعي الجماعات الدينية السياسية ودارسها في حين أرأى آخرون أنه لم تكن هناك مفاجأة في فوز التيارات الإسلامية بشكل عام بالانتخابات البرلمانية المصرية بأغلبية كبيرة من الأصوات واعتبر هؤلاء أن المتأمل للمجتمع المصري يدرك مسبقا أن الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية سوف تسود لكن ما لم يتوقعه كثيرون أن 40% تقريبا من الذين صوتوا لممثلي الجماعات الدينية السياسية لم يختاروا جماعة الإخوان المسلمين وهي أكبر وأقدم حركة معارضة في البلاد لكنهم أيدوا تحالفا من ثلاثة أحزاب سلفية حديثة العهد بالسياسة لم يكن قادتها معروفين لمعظم المصريين قبل عام 2011 للميلاد وبالإضافة إلى ذلك كان السلفيون باستثناء قلة منهم معارضين للاحتجاجات الشعبية في بداية اندلاعها ولم يعلنوا تأييدهم لهذا الحراك إلا قبل أيام من تنحي الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك ومع ذلك حصد التحالف السلفي 28% من الأصوات في انتخابات مجلس الشعب عام 2011 للميلاد بما يمثل 127 مقعدا من أصل 508 مقعد وقد تأكد تأثير السلفيين لاحقا في انتخابات مجلس الشورى حيث حصلوا على 45 مقعدا من أصل 180 مقعدا ويرى أحد الباحثين المتابعين للسلفية أن أحداث عام 2011 للميلاد فتحت الباب أمام السلفيين للدخول إلى اللعبة السياسية في جمهورية مصر العربية ووضعت السلفيين أمام لحظة تاريخية فارقة فإما الإصرار على مواقفه مسابقة بعدم الدخول في السياسة ورفض قبول الديمقراطية وفقا لقواعد غريبة وهو ما سيضعهم على هامش الأحداث في المنطقة وإما مراجعة مواقفه مسابقة والانتقال إلى صيغة جديدة من قبول الديمقراطية وتكيف ذلك مع آرائه مسابقة وهو ما اختاره التيار العريض من السلفية في جمهورية مصر العربية وتحديدا في الإسكندرية والقاهرة جاء دخول السلفيين إلى المشهد السياسي المصري بعيدة نحي الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك مباشرة حيث حشد السلفيون التأييد لمسودة الدستور في استفتاء مارس 2011 للميلاد واصطفوا إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة قوى مدنية وليبرالية مختلفة وجاءت نتيجة الاستفتاء بدعم شعبي كبير ليعطي جرعة كبيرة من الثقة للسلفيين وتشجعهم على التوغل في الصحة السياسية فأسسوا أحزابا متعددة هي النور والأصالة والبناء والتنمية وغيرها وبهدف تبرير التحول في الخطاب السلفي جاء التركيز على هوية الدولة بينما كان الصراع على الدستور بمنزلة الستار الذي تخف وراءه السلفيون لتبرير الانتقال من رفض المشاركة ورفض العمل الحزبي إلى الانخراط في العملية السياسية بدعوى حماية الهوية الإسلامية من جهة ومحاولة استثمار الديمقراطية للوصول إلى حلم تطبيق الشريعة الإسلامية من جهة أخرى وهنا يمكن القول أن التغيير الذي حدث للسلفيين بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 للميلاد في جمهورية مصر العربية هو في مبدأ المشاركة السياسية وقبول العمل الحزبي السياسي إذ كان جزء كبير من نشاطه المسابق يقوم على التعليم والدعوة الدينية والتربوية وعدم الانصياع لإغراءات المشاركة في العملية السياسية والمكاسب من وراء العمل الحزبي وربطه بالدين وهو ما كانوا يعتبرونه هدرا للوقت والجهد في غير طائل ولكن تغير موقفهم وركزوا جهدهم في المشاركة السياسية الفاعلة وتنبع أهمية هذا التغيير في موقف السلافيين من كونه استتبع مباشرة إعادة تأصيل موقفهم من الأحزاب السياسية والعمل الحزبي عموما أما على الصعيد الإقليمي وبرغم أن السلافيين لا يمتلكون تنظيمات إقليمية أو عالمية مثل تلك التي تمتلكها جماعة الإخوان المسلمين فإنهم يمتلكون خطوط تماس واتصال وتأثير عديدة بين شيوخهم والجماعات المتشابهة معهم في خطابها السياسي والفكري بعد تنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسن مبارك في الحد عشر من فبراير 2011 للميلاد وقبل أن يبدأ السباق الرئاسي لاختيار رئيس جديد بذل شيوخ الدعوة السلافية جهودا كبيرة لإقناع جماعة الإخوان المسلمين بترشيح المهندس خيرة الشاطر نائب المرشد العام للجماعة متعهدين بدعمه بكل ما أتيح لهم وهو ما وافق عليه الإخوان المسلمون بالفعل وأعلنوا ترشيح الشاطر رئيسا للجمهورية لكنه استبعد من قوائم المرشحين لإدانته في جناية عسكرية ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذي رسمه القانون المصري وبعد خروج خيرة الشاطر من السباق الرئاسي ومع تعدد المرشحين المنتمين لجماعات دينية سياسية أعلنت الدعوة السلافية دعمها للمرشح عبد المنعم أبو الفتوع لرئاسة الجمهورية وبناء على موقف الدعوة السلافية في هذا الشأن فقد رفضت دعم مرشح الإخوان المسلمين وقت ذاك الدكتور محمد مرسي وكان من الأسباب التي بررت بها هذا الإعلان أنها لا ترغب في أن يستحوذ حزب واحد على مقاليد الأمور في البلاد وهو ما أغضب الإخوان المسلمين كثيرا خاصة أنهم أعلنوا دعم مرشحهم الاحتياطي الذي لاق حملة إعلامية شرسة من قبل أن يبدأ حملته الانتخابية باعتبار أن الجماعة كانت قد وضعته بديلا للشاطر أصر الإخوان المسلمون على الوصول حتى نهاية الطريق في دعم مرشحهم فنظموا حملة انتخابية طافت محافظات الجمهورية وبذلوا خلالها جهودا مضنية حتى جاء الدكتور محمد مرسي على رأس الفائزين في الجولة الأولى بحصوله على أعلى الأصوات ومن ثم فقد خاطت جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق بعد خروج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح دعم السلفيون المرشح الإسلامي الوحيد في السباق الرئاسي وهو مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي وبدعمه عادت المياه إلى مجاريها من جديد بين الجماعتين وبذل السلفيون جهودا كبيرة في دعم الدكتور مرسي معتبرين أن المعركة ليست معركة الإخوان المسلمين وحدهم بل معركة كل الإسلاميين والداعمين للتغيير أمام الفريق أحمد شفيق الذي اعتبروه مرشح النظام السابق وبعد فوز الدكتور محمد مرسي في أعقاب معركة انتخابية شرسة أمام شفيق انتظر السلفيون قطف الثمار المتمثلة في مشاركة سياسية حقيقية مع جماعة الإخوان المسلمين في اتخاذ القرار بعدما بذله السلفيون من جهود في دعم مرشح الجماعة وكانت أنظار السلفيين معلقة صوب تشكيل الفريق الرئاسي والحكومة لكن الأمور لم تمضي كما كانوا يطمحون فلم يستشرهم الدكتور مرسي عند تشكيله الفريق الرئاسي كما لم تمنحهم الحكومة الأولى في عهده برئاسة هشام قنديل سوى حقيبة وزارية واحدة هي حقيبة البيئة التي رفضها حزب النور رد الفعل السلفي على الإخوان المسلمين جاء سريعا فدان حزب النور تجاهله من قبل مؤسسة الرئاسة المصرية وقت ذات وفي اختيار أعضاء الحكومة التي كان يتوقعها الحزب حكومة اتلاف وطني تشكل بحسب الأوزان النسبية للأحزاب السياسية في البرلمان وفي بيان رسمي له قال حزب النور إن قياداته فوجئت بعد خطاب تنصيب الرئيس بالانقطاع الكامل عن عملية التفاهم والتواصل سواء مع مؤسسة الرئاسة أو مع حزب الحرية والعدالة ورأى حزب النور أن ذلك سيؤثر سلبيا في مجريات الأمور في وقت يتطلع فيه إلى العمل بروح جديدة تتناسب مع تطلعات الشعب وآماله ولم يبدي الإخوان المسلمون رد فعل على غضب حزب النور بحيث فهم ضمنيا أن تصرفهم تجاهه كان مقصودا ويعكس رغبة في الانفراد بالسلطة ويمكن القول إن الحركة السلفية في جمهورية مصر العربية قد أجادت استخدام الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة في فترة الاضطرابات الداخلية منذ عام 2011 للميلاد وحققت نتائج جيدة جدا قياسا إلى خبرتها الضعيفة في العمل السياسي مثل الحشد وتنظيم الانتخابات والبرنامج الانتخابي والحملات الدعائية إلى آخره مقارنة بالخبرة الكبيرة والواسعة لجماعة الإخوان المسلمين في العمل السياسي ومع ذلك استطاع التيار السلفي أن يحصد نحو الثلث مقاعد البرلمان المصري وربع مقاعد مجلس الشورى وهناك قواسم عدة تربط التيار السلفي في مختلف الدول العربية والإسلامية فعلى سبيل المثال نجد أنه في حالة الجمهورية اليمنية يبدو المشهد السلفي مشابها لنظيره في جمهورية مصر العربية بعد عام 2011 للميلاد فالسلفيون يتشعبون بين اتجاهات وجماعات متعددة خاصة في السنوات الأخيرة وخلال فترة الاحتجاجات الشعبية انقسم السلفيون بين محذر من معصية ولي الأمر وفتنة التظاهر وممن انخرط في الاحتجاجات ولسيما الشباب منهم ومعهم شيوخهم ممن منحوهم الفتوى الشرعية للاعتصامات والعمل على إيطاحة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وإبان الاحتجاجات بدأ السلفيون يتأثرون بالتجربة المصرية فظهرت فكرة تأسيس أحزاب سلفية مشابهة لفكرة الأحزاب السلفية في جمهورية مصر العربية إلا أن الانقسام أصاب مرة أخرى التيارات السلفية هنا وقد كتب محمد بن موسى العامري رئيس حزب اتحاد الرشاد اليمني حزب سلفي تأسس عام 2012 للميلاد في الجمهورية اليمنية ومقره صنعاء موضحا إيجابيات صعود حزب النور المصري إلى الواجهة السياسية وسلبياته مشيرا إلى وجود اتجاهين الاتجاه الأول ويضم الأغلبية من الإسلاميين الذين يرون في صعود حزب النور في المشهد السياسي فرصة ذهبية لا يجوز أن يفرط فيها السلفيون لأن ذلك سوف يمنحهم مكاسب عدة تتمثل في العمل على الحد من الفساد السائد ونشر الإصلاح ما أمكن وهو منهج شرعي في مسلك السياسة الشرعية خصوصا إذا كان هناك تنسيق مع حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وبقية القوى الإسلامية ومواجهة التيارات الليبرالية والمدنية والتصدي لمخططاتها في جمهورية مصر العربية والعمل الشعبي والتعرف إلى مشكلات المواطنين طمعا في وصول الدعوة إليهم ويضاف إلى ما سبق التدريب العملي على ممارسة العمل السياسي وتوظيف الطاقات بشكل مناسب وفتح آفاق جديدة للعمل الإسلامي من خلال هذه المشاركة الشعبية أما الاتجاه الثاني فيرى أن صعود حزب النور السلفي في جمهورية مصر العربية إلى العمل السياسي لا يخلو من المخاطر التي تزيد على منافع السير في هذا الاتجاه ومنها أن دخول العملية السياسية لا يكاد يخلو من المحاذير الشرعية التي لا يسلم منها أحد سلك هذا السبيل فقد يؤدي العمل السياسي إلى صرف الناس عن مجال التعليم والدعوة والتربية وانشغالهم بذلك مع ما يترتب عليه من صراعات وتحالفات علاوة على أن حزب النور لا يزال محدود الخبر في ميدان العمل السياسي وبالتالي يصعب عليه التعاطي مع تعقيدات السياسة الدولية والإقليمية فضلا عن التعامل مع أنصار الفقر المدني والمسيحيين وغيرهم وأخيرا فإن جمهورية مصر العربية في مرحلة ما بعد الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك مثقلة بإرث الفساد والفقر والبطالة وضعف التنمية والشعب المصري لم يعد قادرا على تحمل المزيد من المعاناة ويحتاج إلى التغيير التنموي المنشود بشكل سريع وهو ما يصعب على الجماعات الدينية السياسية تحقيقه خلال المدى المنظور في ظل إمكاناتها الراهنة وفي الحالة التونسية اتسم موقف التيار السلفي تجاه العمل السياسي بالتباين كما حدث في دول عربية أخرى وعقب سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير عام 2011 للميلاد تبنى فريق من السلفيين التونسيين نهج المشاركة السياسية مع إعلان تمسكهم بالشعارات الدينية ذاتها التي ترددت أصداؤها في عواصم عربية أخرى مثل التمسك بتضمين الشريعة الإسلامية في الدستور والمطالبة بأسلمة قطاعات العمل والإنتاج والتعليم وغير ذلك من مطالبات سلفية معروفة وقد تبنت هذه المواقف أحزاب سلفية عدة منها جبهة الإصلاح والرحمة والأصالة وهي أحزاب مضت سياسيا على درب نظيرتها المصرية واليمنية وتخلت عن رفضها الديمقراطية كفكر والانتخابات كمنهج وتنطلق مجمل الأحزاب السلفية التونسية من المرجعيات الفكرية ذاتها التي تبنتها الحركة السلفية المصرية والكويتية وغيرها وبالإضافة إلى ما سبق فقد ظهرت السلفية الجهادية ضمن القوى المؤثرة في المشهد الأمني والسياسي التونسي وتبنت الموقف ذاته للسلفية الجهادية في دول عربية وإسلامية أخرى من حيث رفض العمل السياسي ورفض الاحتكام لآليات الديمقراطية وتجمعت في شهر مايو 2011 للميلاد مختلف فصائل السلفية الجهادية التونسية تحت مظلة أنصار الشريعة بقيادة أبي عياض التونسي سيف الله بن حسين الذي تتلمذ على يد عناصر تنظيم القاعدة ومنهم أبو قتاد الفلسطيني وأبو مصعب السوري كما سبق له أن التقى أسامة بن لادن في قندهار خلال شهر سبتمبر عام 2000 للميلاد ويبدو أن مسمى أنصار الشريعة هو ذاته الذي تعمل تحت رايته عناصر تنتمي إلى الفكر ذاته في دولة ليبيا والجمهورية اليمنية وغيرهما وفي أغسطس 2013 صنفت جماعة أنصار الشريعة رسميا في الجمهورية التونسية تنظيما إرهابيا ووجهت إليها اتهامات باغتيال معارضين سياسيين وقتل عدد من قوات الأمن والجيش التونسي والسعي إلى تأسيس إمارة إسلامية رابعا مستقبل السلفية خلص بعض الدارسين إلى أن السلفيين تمكنوا من الاستفادة من الانتخابات ومن انجذاب الناخبين المسلمين إلى الأحزاب الإسلامية لأسباب عدة منها ما شهده المجتمع المصري من زيادة هيمنة الخطاب الإسلامي المحافظ كما نظر كثير من الناس إلى تلك الجماعات على أنها تستحق الوصول إلى السلطة وبسبب إعلان ارتباطهم بالدين وسط بيئة متدينة بالفطرة فإن شريحة من الناخبين قد اعتبرتهم أقل فسادا وبرغم أن السلفية ظلت محصورة إلى حد كبير في أوساط علماء الدين ولم تحاول تأطير عملها سياسيا أو تنظيميا كما فعل الإخوان المسلمون فقد استطاعت نشر أهم الأعمال السلفية وتوزيعها مثل كتاب مجموع فتاوى ومقالات ورسائل الشيخ بن باز للشيخ عبد العزيز بن باز وكتاب الأحاديث الصحيحة للألباني وجعلها متاحة للجمهور ولقت هذه الأعمال اتماما متزايدا في سبعينيات القرن الماضي ولسيما بين الطلاب وكانت هذه هي مرحلة تحول السلفية إلى ظاهرة اجتماعية ودينية أوسع والأطراف السلفية التي انخرطت في العمل السياسي بجمهورية مصر العربية عام 2011 للميلاد جميعها نشأت من الشبكات الاجتماعية والدينية التي ظهرت وتطورت منذ سبعينيات القرن الماضي ويصل أحد الباحثين إلى نتيجة مفادها أنه من الباكر إصدار حكم النهائي على أداء السلفيين في مرحلة ما بعد الأحداث والتحولات الأخيرة في العالمين العربي والإسلامي بل إن المؤشرات تؤكد أن مجالات تطور الخطاب السلفي كبيرة وأن التحولات لا تزال في بدايتها وإحدى الدلالات على التحول السلفي بعد الأحداث التي جرت منذ عام 2011 للميلاد تتمثل في الموقف من الديمقراطية وهي قضية شائكة بالنسبة إلى التيارات السياسية الأخرى بالنظر إلى جذورها المستمدة من الفكر السياسي الغربي فعندما يقول السلفيون بفكرة الديمقراطية المقيدة بالشريعة فهم يتقدمون بذلك خطوات كبيرة عن خطابهم السابق قبل عام 2011 للميلاد وذلك عندما كانوا يحرمون الديمقراطية على اعتبار أنها نظام كافر مستورد من الغرب والمقصود هنا بالديمقراطية المقيدة بالشريعة هو أن لا تخرج الديمقراطية عن تعاليم الشريعة ولا تتجاوزها إلى ما يخالفها مثل سفور المرأة أو المساس بتعاليم الدين وأسسه المجتمعية مثل الحفاظ على الأسرة وغير ذلك يشير هذا الفصل بوضوح إلى تباينات وتداخلات عدة يمكن ملاحظتها عند دراسة التيارات والجماعات السلفية التي تشهد في مجملها تحولات فكرية ملحوظة في السنوات الأخيرة ولسيما ما يتعلق بالمشاركة السياسية والموقف من الأنظمة الحاكمة وغير ذلك من أمور تتعلق في مجملها بالعلاقة بين الدين والدولة وإذا كان الإخوان المسلمون قد خاضوا تجربة الحكم وممارسة السلطة في أعلى قمة الهرم رئاسة الدولة في جمهورية مصر العربية فإن بعض التيارات السلفية قد خاضت أيضا تجربة المشاركة السياسية على مستوى المجالس التشريعية ولكن تجربتها السياسية هذه قد لا تبدو كافية للحكم على تطور الفكر السياسي لدى هذه التيارات ومسارات هذا التطور وآفاقه في المدى المنظور فالتحولات هي بالفعل في بداياتها والسيناريوهات مفتوحة على نهايات مختلفة ولكنها تظل مرهونة بشكل كبير إلى مواقف الشعوب العربية والإسلامية تجاه الجماعات الدينية السياسية في مجملها إذ يصعب القول إن هناك فصلا واضحا على مستوى الوعي الجمعي الشعبي بين التيارات والجماعات الدينية السياسية مثل الإخوان المسلمين والسلفيين وغير ذلك بل إن صورة كل منها النمطية على حدة تتأثر سلبا وإجابا بالأداء السياسي لبقية التيارات والجماعات بحكم اعتبارات عدة تجعل من الصعب تفكيك النظرة المجتمعية إليها كما أن الجماعات الدينية السياسية غالبا ما تؤثر أيديولوجيا ضمن التفاعلات السائدة في كل دولة على حدة وعلى المستوى الإقليمي بشكل أوسع ضمن إطار تيار الإسلام السياسي كونها تصنف جميعا في مواقف وقضايا عدة في مواجهة التيار المدني بحيث يصبح الفصل بينها لا يخرج عن تباينات فكرية ضمن الإطار الجامع للتيار الديني السياسي